السلام عليكم كيف عاملين كانت منا تكونوا باخر وعلى خير الجزء الثاني من مسلسل جنيين كما شفنا أصدقائي بأنه في الحلقة الأخيرة بقات مفتوحة وأنه الكاش هرب الكاش ما قدروش البوليس أنهم يشدوه هرب هو واللقاط والرجال دياله والمهم أصدقائي شفنا كذلك بأنه جنيين يعني فاش دار العرس فاش تزوج هو وعاتيقة فاش خرجو على برة جاه واحد لقاضو فلوس لي هي كتيرة بزاف الكاش الصديقائي صفت فلوس للجنيين ماشي صفت له الفلوس زامي باش يعمن به مراسو صفت له الفلوس داليل بأنه زامي راح همحضي والكاش غد يمقى ديمة حض الجنيين وغادي حاول أنه يتخلص منه لأن الكاش الصديقائي يعني جنيين فاش كان بقي صغير فاش بقيagnع ما تزاد الكاش ما كانش باغيه وكان طلب من الماليكة قليقت كلها خص كيتحييديه وصفت معها اللقاط ولكن جنيين فاش تزاد الكاش ما بغاش الكاش ما بغиш جنيين يعني واحد اللحظة شفونا بأنه كان بغي تتخلص منه ولكن ديك اللحظة دخلوا البوليس وتما فينهرب يعني الكاش هو غادي يرجع وغادي حاول أصدقائي أنه يتخلص من جنيين لأن الجنيين ديما كيعتبروا واحد الشخص اللي واقفوا في الطريق دياله أي حاجة كيبغي ديرها ما كيوصلش لها بسبب جنيين المهمة صدقائي جنيين معمروا غادي يرتاح في حياته مادم أن الكاش بقي ما تشدش وديما غادي يكون خايف أول حاجة عاتقة لتزوج بيها يعني غادي يقول لي خايف عليها بزاف حتى ديك البنت الصغيرة اللي هي بنت عاتقة غادي يقول لي خايف عليها وما شي غير هي غادي يخاف على العائلة دياله كاملة غادي يخاف على خطوع لأخوع لأموع لأيتي واحد غادي يكون مهدد من الكاش أنه غادي يصفيها له واحد النهار ولكن أصدقائي اللقات اللقات حتى هو أهرب اللقات أصدقائي غادي نشوفه في الجزء التاني لأنه غادي يكون جزء تاني لحقاش حلقة الأخيرة بخات مفتوحة اللقات را غادي يرجع تاني مع الكاش غادي يرجع تاني ديروا يد فيد بعضياتهم يعني اللقات حتى هو هرب يعني حتى اللقات را كان خاصوا يتشد علاش لحقاش هو مشارك مع الكاش فد شي كامل اللي كانوا داروا شحال هادي هو لصفاه العزيز هو لصفاه الشطابة هو لصفاه لأيتي واحد وقع لي شي مشكل في الفراي هو أصدقائي اللقات هو السباب كان دار يد في الكاش يعني دارين يد في بعضياتهم وباغين يصفوها البعضياتهم والمهم أصدقائي اللقات بين ليلة وضحاها قدر أنه يتبدل يعني قال لي هلا الكاش قال لي يصير الديبو وهدي وهدي ولكن اللقات هذي كشي كامل أصدقائي اللي كان كيدير مع خاليد فجده الديبو الديهم كامل لديك البلاصة هذي كشي كامل راه تيفها قوة والكاش رغير كي يعملوا ديك التمتيلية لحقاش الديهم كاملين لتماكينها علاش باش يقدروا أنهم يصفوها لهم كاملين ولكن الغلط يعني الحاجة اللي ما فكرت فيها اللقات أن صافاء راه ديجت تصلتي بالبوليس وحضروه البوليس في الوقت المناسب لحقاش أصدقائي شفنا بأن اللقاش فشكا هز الفردي يعني بغا يتيري فجني بإمكان أن اللقات حتى هو يهز الفردي ويقول لي هلا ما تديرش تكش شي لحقاش اللقات عنده الفردي والرجال كاملين عندهم الفردي يعني ممكنش أنهم يشوفوك يتفرجوا بقوه زيجين ويشوفو فيه يعني مدم أن كل ما وصلوش عفوا البوليس كان غادي تخلص من جنيين والمهم أصدقائي منسوش كذلك واحد الحاجة فاروق فاروق أصدقائي اللي عواطيف راح ما كتتعاملش معه مزيان ما زال غادي نشوفو أصدقائي يعني واحد الحاجة اللي كناكش نشوفو أنه كتعطيه الدواء بالزز وما كيبغيش أنه ياخد من عندها ما زال غادي نشوفو أصدقائي بأن فاروق في الأحداث المقبلة راح ما يقولي تمشي على رجليه وبلا خبار عواطيف عواطيف ديما غادي تبقى تعدم فيه ديما غادي تبقى أنه تعملوا ماشي مزيان ديما غادي تبقى يعني تتعامله خايب ولكن فاروق أصدقائي واحد اللي لقيته راح ما يقولي تمشي لأنه هو ماشي تشل في خاطرة فاروق خاصو غير ياخد الدواء دياله غادي ويقولي باخير ما زال فاروق غادي يرجع وما زال أصدقائي عواطف غادي نشوفو بأنها غادي تخلص يعني بزاف غادي تخلص غالي أصدقائي وما ننسوش كذلك واحد الحاجة الخدامة اللي هي باهيجة الخدامة ما غاديش تنسها السيمو لأن أصدقائي غادي نشوفو بأنها باهيجة شنو غادي تدير غادي ترجع عند حمودة وغادي نتافقوا على السيمو بجوج بهم غادي نقوليهم متافقين على السيمو يعني يماشي غادي تعطي للسيمو فلوسها كاملين وذك شي كامل لجمعاته وصافي غادي يمشي غير حكاك ما دير حتي شي حاجة ما يمكنش غادي يخلص اصدقائي السيمو وحمودة هوا را ما غاديش ينساها في باهيجة وخا غادي ترجع معاه ما غاديش ينساها لأن الطيقة اللي كان دير معاه في اللول كان غادي معاه مزيان ولكن هيا فاش غادي ترجع ديما غادي بقدير فيها اطانسيون حيث غادي يقول هادي كتمتيل عليها حيث في اللول كانت كتمتيل عليه وكانت كتظاهر بأنها راها مزيانة معاه ولكنت كانت سيدة كتتاخد ليه فلوسه وكانت كتغدره وكذلك ما نسوش حمودة وعواطيف هرا ما كيناش واحد تتقيقى بين هات الجوج وخاهمارهم خوت ولكن حمودة ديما كيشوف عواطيف واحد الانسانة اللي ما اللي خاص يعني ما كتعملوش بحلشي واحد خدام عندها عادي ماشي بحلخوها راه ما كينش اصدقائي واحد ما كينش واحد تتفاهم بين هات الجوج وما نسوش كذلك حتى الام ديالهم لوحد الانسان اللي كتبغي غير الفلوس مازاي حتى هي اصدقائي غادي نشوف شنو غاديوقع ليها لأن كما قد لكم الحلقة الاخيرة بقت مفتوحة راح تشي واحد فيهم ما غادي عيش هاني مادام ان لكاش هرب وحتشي واحد فيهم ما غادي عيش هاني لأن هادو اللي بقاو ما ماخدوش الجزاء ديالهم حتى هوا ما دارو بزايف ديال اغلط في حياتهم وكذلك اصدقائي تاجة تاهية فاش غادي تعطي كل شي لخاليد غادي رجع تاني الحوانات وغادي يرجع ترجع الفيلا وغادي ولكن خاليد صدقائي غادي رجع تاني القمر خاليد راما عمرو غادي تبدل خاليد امتى تبدل فاش ما بقاش عنده الفلوس ما فينا رجع وقال انا ندمت وانا مبقى عند دياله وانا شنو هاد الشي كندير ولكن اين فوا غادي رجعوا لي فلوس وغادي يشدهم بين يديه السيد غادي تبالي تاني جيهة واحدة وهي جيهة القمر وجيهة الصهارات وما زال غادي داك شي كامل اصدقائي غادي يديه في الهاوية يعني داك الساعة ما غاديش يقول الكاش كل واحد اصدقائي كيدير اغلاط وكيف يقول هما بان الكاش خرج عليهم وهما الى كي مشوا وبيع اليهم عند une الكاش وهم اللي كي يخسروا فلوسهم والمهم صدقائي هاد الشيء قاعد الحق نوع بو القادر هو ماهو عواطي فرا قاعدت ارجع مع خاليد لانا هيا قاعدت عنده تزوج فارك مما بناء فارك يعين كيفما ان الماني تصدق terus خاليد مع فاروق قاعدت هي مрост أروا سوف تلصق فيه ولكن سوف تكون منافسة بينها وبين عواطف هذه الجوجات سوف يبدو تنافسه تاني على خالد لأن خالد سوف يبدو تلاعب بهم بجوجات أصلا هو حرفته تلاعب بالعيالات سوف يمشي تاني في ذاك الطريق أصدقائي 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 أحداث جديدة وأصدقائي أصدقائي بزاف الحوائز التي ستكتشفون في الجزء الثاني لأن الحلقة الأخيرة جمعت مفتوحة أصدقائي 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 ثم نقاط في فيديو مقبل إن شاء الله